كشف تقرير التنافسية في العالم العربي الصادر عن مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة التمويل الدولية أن المغرب يحتل المركز 71 عالميا والثامن عربيا وأكد أن تنافسية الاقتصاد المغربي يمكن وصفها بالجامدة منذ ثلاث سنوات ودق التقرير العالمي ناقوس الخطر حول ثلاثة تحديات تواجهها المملكة المغربية مشيرا إلى أن التحدي الرئيسي يكمن في تحسين بيئة الابتكار التي يوجد فيها المغرب في المرتبة 94 والرفع من جودة النظام التعليمي والتدريب التي تحتل المرتبة 101 عالميا وكفاءة سوق العمل التي تضع المملكة في الرطبة 120 دوليا وسجل تقرير البنك الدولي والمتدى الاقتصاد العالمي عدم قدرة المغرب تسجيل تقدم في المجالات الثلاثة خلال العقد الماضي مشيرا إلى ارتفاع الفجوة بدلا انخفاضها في هذه المؤشرات الرئيسة وهو لغز يحتاج المغرب إلى معالجته لمواصلة مسيرته بتعبير الخبراء والاقتصاديين في هذا التقرير المصدر ذاته أوضح أن القدرة التنافسية تآكلت أكثر في المغرب والجزائر ولبنان كما تراشعت في ليبيا والسوريا بفعل التوترات السياسية غير أنه سجل أن المغرب يبقى أفضل منطقة في شمال إفريقيا بحلول المرتبة 71 عالميا وعلى مستوى منطقة ميناء جاء المغرب في المرتبة الثامنة متفوقا على الجزائر التي احتلت المرتبة التاسعة وتونس التي احتلت المرتبة العاشرة أما الإمارات العربية المتحدة فحصدت المرتبة الأولى إقليميا والسبعة عشر عالميا تليها كل من قطر والسعودية والبحرين والكويت وعمان والأردن في المقابل أشاد التقرير بتحسن البنية التحتية المغربية بشكل كبير خلال السنوات الماضية حيث وقفزت من المرتبة 71 عالميا في عام 2010 إلى المرتبة 54 اليوم كما أشاد بالاستثمارات في مجال النقل والمواصلات واعتماد سياسات تجارية وصناعية متقدمة مما خفض متوسط تعرفة الاستراد من 18.9% إلى 10.5% خلال العشر الصنوات الأخيرة وهو المعطى الذي أسهم في جذب الشركات الأجنبية في قطاعات السيارات والنسيج والفضاء ويعتمد التقرير على مؤشرات عدة منها جودة البنيات التحتية والمناخ الاقتصادي والمؤسسات والتعليم والصحة وتطور السوق المالية وحجم السوق الداخلية والإبداع